الآن لدينا الفقه حتى في تطبيق النصص فقه في تطبيق النصص النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل قال يا رسول أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال رسول أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال رسول أرأيت أن قتلني قال أنت شهيد أرأيت أن قتلته قال هو في النار رواه مسلم هذا واضح وصريح يأخذ مالك لأعطاة المالك قاتله قاتله يأخذ لك شهيد قاتله هو في النار واضح واضح إن شاء الله عز وجل اجتمعت في مجلس مع واحد من الناس أخوه من المشاهير اللي يجمعون تبرعاته الجهاد الجهاد وهذا على فكر أخيه طبعا ورجل بين الأربعين وخمسين سبحان الله مني يتكلمنا كنا في رمضان على الفطور يعني عادة كان يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله ليش ما يحق له واحد يقاتل قلت له أنت شكلك فوق الأربعين عمرك قريب الأربعين يعني أيام الاحتلال أقل شي عمرك عشرين صح؟ قال صح هذا هو عجم يا قلت ليش قتله قلت ليما دخلت العراق قاتلتم ويرحت الوادي شان ننزل عيونه قلتها ليش ما قاتلت ليش ما قاتلت يا جماعة جاء الشعب الكويت كله ما قاتل واللي قاتلوا تم واحد ولا السالفة أكبر منهم وسكتوا صح ولا لا؟ هل حقيقة ولا لا؟ الجيش الرسمي انسحل القيادة قاتلت له انسحاب وعدم مقاومة دخل عليك البيت التي بت قاتل قاتل يجوز التمشروح في ناس الآن سوريون خرجوا إلى الأردن إلى لبنان إلى تركيا في ناس في الخليج في غير الخليج من الآن سوريا هناك أهلا يقتلون من حم صغيرة ما راحوا في ناس ما يستطيع قاتل يستطيع انهزم يجوز جائز هذا ما وجب الله عليك أنه جيش جرار جايك بعدد وعدة وقتال وأسلحة أروح أنا طاكلة وأنا عاجز ولا أنا مدني ولا أطفال ونساء ما يجب علي هذا الشيء